اشتركوا في القناة قائمة الفيجواليز ونتحرك الى هذا الجزء من القائمة هناك ازراران او ايقونان واحد لك الكاميرا والاخر كاميرا ديسبلي اي اظهر الكاميرات على السطح في حال اننا وضعنا او اوجدنا كاميرات نضغط على هذا الازرار في هذه الحالة تكون ظاهرة الكاميرات امامنا اما اذا ضغطنا مرة اخرى بهذه الصورة فلا تظهر الكاميرات امامنا الان سنجرب نقوم بالضغط على كريت كاميرا اي وضع كاميرا جديدة نتحرك في المكان الذي نريد ان نقف به في الارتفاع والمنسوب والمكان ونضغط ثم نتحرك لفتح عدسات الكاميرا الى الاوبجيكت ثم نختار نقطة تصوير على هذه الرجل مثلا ننقر الان تم اعتماد الكاميرا مع بعض الخيارات هناك خيارات في الاسفل نيم اذا اردنا ان نسمي الكاميرا باسمها موقع هاية ارتفاع تارجت الهدف لنس العدسات كليبنج فيو انعكاس الفيديو من الخلف اجزت الخروج الان نضغط انتر لانهاء وضع الكاميرا الان قمنا بوضع الكاميرا لو ضغطنا على هذا الازرار الثاني يقوم باخفاء الكاميرات الموجودة نضغط على هذا الازرار لنرى الكاميرات الموجودة الان لنعاين الكاميرا نقوم بالضغط على الكاميرا تفتح امامنا شاشة معاينة الكاميرا الان شاشة المعاينة هذه بها طرق عديدة للعرض طريقة الكونسبتل كما نرى طريقة الهدن طريقة الريلاستيك طريقة شيدد طريقة شيدد وذ اتش اي مضلل مع حواف طريقة شيدد اوف غري اي بالشعاع طريقة سكتشي اي اللي هو خطوط اي الوير فريم ومن ثم اكس ري اللي هو شعاع ال اكس الان ريلاستيك هو تقريبا افضل خيار لمعاينة الكاميرا الان نستطيع نعاين ونحرك في الكاميرا نتحرك الى مكان الكاميرا نشاهد الموفينج اداة التحريك فيها ثلاثة مربعات عندما يضيء المربع الاصفر في اتجاه اكس واي نضغط نحرك الكاميرا حول الطاولة تدور الكاميرا باتجاه اكس واي حول الكاميرا في هذا الاتجاه اما اذا قمنا ننقر اذا قمنا بالحركة على هذا المحور اكس زد نقوم بتحريك الكاميرا للاعلى والاسفل باتجاه اكس زد نستطيع ان نلتقط او نأخذ الصورة من الاسفل او نأخذ الصورة من الاعلى نتحرك ونتحرك حتى نعاين الصورة ومن ثم نثبت ننزل قليلا نصور الصورة وكأنها بعين النملة من الأسفل ثم ننقر بهذه الحركة نستطيع أن نحرك الكاميرا في اتجاه XY وفي اتجاه XZ أو اتجاه الثالث YZ أي الأعلى الارتفاع بنفس الشيء الآن بعد أن قمنا بوضع هذا المشهد نقوم باستدعاء الكاميرا وعمل رندر لها الآن نقوم باستدعاء الكاميرا من هنا نضغط على المشاهد كما كنا سابقا توب بوتوم ليفت رايت W SW الآيزومتريك ظهر أمامنا شريط جديد Custom Model View الكاميرات لدينا كاميرا واحد نضغط على كاميرا واحد يعطينا شاشة الكاميرا رقم واحد الصورة التي قمنا بالتقاطها من هنا نستطيع أن نقوم بعمل رندر وإخراج صورة الكاميرا إلى الملفات الآن نقوم بالعودة إلى مرة أخرى نضغط ونعود إلى الايزومتريك الأساسي مرة أخرى نقوم بوضع كاميرا أخرى الآن نضغط على أزرار الكاميرا جديدة ثم نضغط هنا ونتحرك باتجاه الجسم وننقر نقطة أخرى إلى مركز الطاولة مثلا ومن ثم نضغط Enter سيكون اسمها كاميرا 2 أو كاميرا 2 الآن الكاميرات ظاهرة إذا ضغطنا على هذا الأزرار تختفي الكاميرات إذا قمنا بالضغط مرة أخرى على الأزرار تظهر الكاميرات الآن ننقر على الكاميرا الثانية تظهر شاشة المعاينة نبدأ بالحركة أيضا نستطيع أن نختار Conceptal أو Hidden أو Realistic طريقة المعاينة الآن نبدأ بحركة الكاميرا من هنا نحرك الكاميرا بنفس الطريقة محور XY ندور حول الكاميرا ثم نضغط نثبت نتحرك على محور YZ هنا عندما يضيء هذا المربع نضغط للأعلى أو للأسفل نشاهد بأننا نقوم بعمل Clipping أو ارتفاع الكاميرا بهذه الطريقة نستطيع أن نحرك للأعلى أكثر فأكثر إذا أردنا أن نسجل مشهدا بعين الطائر مثلا لبناية أو لمجموعة أبنية وهكذا نحرك الكاميرا ونشاهد الصور من كل الاتجاهات الآن لدينا كاميرا واحد كاميرا اثنان الآن نقوم بالضغط على الكاميرا الأولى نشاهد الكاميرا من الأسفل الكاميرا الثانية الصورة من الأعلى الآن نقوم بمعاينة الكاميرات نضغط على طريقة عرض المشاهد Custom View هناك Camera 1 أو Camera 2 هذه هي الكاميرا الأولى الآن نضغط Camera 2 تظهر أمامنا Camera 2 الآن على هذا الملف لنتصور أن هذه مجموعة من الأبنية مثلا لكي نحرك الكاميرا في اتجاه XY ونلاحظ الفارق الآن نقوم بوضع كاميرات كاميرا الأولى نثبت في إحدى المناطق ومن ثم نسحب إلى أحد الأشكال ونقوم بالتقاط الصورة ومن ثم نضغط Enter ثبتنا الكاميرا الآن نلتقط الكاميرا نشاهد المعاينة نحدد طريقة المعاينة Conceptel نقوم بتحريك الكاميرا من هنا نحرك في اتجاه XY نضغط ونسحب نشاهد الفرق بشكل واضح كيف ندور تدور معنا الكاميرا كاميرا التصوير ندور حول الجسم لنشاهد أو ندرج مجموعة كبيرة من المقاطع أو الأجسام في داخل الصورة نثبت الآن نريد أن نقوم برفع الكاميرا للأعلى نتحرك على محور ZX أو ZY نرفع للأعلى إذا كنا نريد تصوير بعين الطائر نرفع إلى حيث نريد أو ننزل للأسفل إلى درجة صفر لنحقق منظور عين النملة ننزل إلى الأسفل حتى نحقق المنظور المطلوب الآن نثبت هذه كاميرا واحد الآن نقوم باختيار كاميرا 2 نقوم بعمل كاميرا أخرى نضعها في مكان معين ثم نسحب إلى هذا الشكل ونعتمد ثم نقوم بمعاينة الكاميرا بهذه الصورة الآن نقوم بالتحريك إلى الأعلى لنأخذ الصورة من الأعلى من الجو نسحب إلى الأعلى وإذا أردنا أن نحرك في اتجاه XY ندور حول الأشكال ندور حول الأشكال حتى ندخل أكبر عدد ممكن من الأجسام تحت عدسة الكاميرا الآن أصبح لدينا كاميرتان كاميرا الأولى والكاميرا الثانية الآن نقوم بعرض من هذا الأزرار كاميرا الأولى هذه هي الكاميرا بعين النملة من الأسفل كاميرا العرض من الأعلى بعين الطائر نستطيع أن نقوم بعمل الرندر فنخرج هذا العمل إلى ملف كما عملنا سابقا ونظرا لأن هذا البرنامج ضخم وكبير جدا يتطلب جهاز ضخم وعالي المواصفات نقوم بالتخزين إلى ملف AutoCAD 2007 ومن ثم نقوم بعمل رندر من خلال البرنامج الآن بعد أن قمنا باستخدام الكاميرات التصوير الفوتوغرافية سنقوم باستخدام كاميرات الفيديو ووضعها وتحديدها الآن نفتح الملف الأول نقوم بحذف الكاميرات إذا كانت موجودة الكاميرا الأولى نلاحظ أو ننظر هل هناك في كاميرات كاميرا أخرى نقوم بتحديدها ومن ثم حذفها الآن سنقوم بعمل كاميرا فيديو تدور حول هذه الطاولة وهذه القطعة وتقوم بتصويرها الآن سنقوم برسم دائرة حول هذه الطاولة نتحول إلى التوب نقوم برسم دائرة حتى تدور عليها الكاميرا هذه الدائرة ستقوم الكاميرا بالدورة عليها ولكن يلزمنا دائرة أخرى حتى توجه الكاميرا للطاولة إذا قمنا بوضع الكاميرا على مسار واحد أو دائرة واحدة ستدور الكاميرا على هذه الدائرة بدون أن نشاهد صورة أما إذا وضعنا مسارا آخر بالداخل أو الخارج ستنظر الكاميرا إلى هذا المسار نقوم بعمل دائرة افست مسار آخر لهذه الدائرة الآن نقوم بالعودة إلى الأيزومترك أمامنا مساران في الأعلى المسار الأول سنضع عليه الكاميرا والمسار الآخر سنوجه إليه الكاميرا الآن نلاحظ بأن المساران مرتفعان نذهب إلى الفرونت نلاحظ أن المساران مرتفعان للأعلى نحاول طريقة العرض ويرفريم نحرك المسارات إلى المنتصف ثم نعود إلى الأيزومترك الآن طريقة العرض نقوم بوضع الكاميرا لتدور حول هذا المسار الآن كاميرا الفيديو ليست موجودة في هذه القوائم نقوم بتشغيل القائمة العلوية المينيو بار نضغط على هذا الأزرار لنشاهد شو مينيو بار نشاهد القائمة العلوية نقوم بتشغيل هذه الشاشة تظهر أمامنا المينيو بار القائمة العلوية الكلاسيكية في قائمة view الأمر موشن باث أنيميشنز هذا هو مسار الحركة نضغط على هذا الأمر لتظهر أمامنا هذه الشاشة لنقوم بتدارس هذه الشاشة مع بعض البعض الآن الكاميرا لها موضع ولها target هدف كاميرا هذا المستطيل يختص بموضع الكاميرا هل هي موضوعة على مسار أو موضوعة في نقطة ثابتة نختار path مسار الهدف أو توجيه الكاميرا العدسة إلى هدف target هل هو على مسار يدور ويتحرك مع الكاميرا أم عبارة عن نقطة ثابتة تدور الكاميرا وعدستها موجهة إلى نقطة بإمكاننا تحديد نقطة في منتصف الشكل أو تحديد مسار داخلي تدور على مسار وتتوجه إلى مسار سنجعل path الآن animation settings إعدادات الحركة frame rate نسبة عرض لفريمات أو المقاطع الصورية في الثانية frame per second سيقوم بعمل 30 صورة في الثانية في طريقة العرض الفيلمي number of frames 30 ثانية لأنه سيقوم بعمل duration seconds ثانية واحدة إذا أردنا 10 ثواني نسجل 10 ثواني فتصبح لفريمات تلقائيا 300 frame الآن طريقة العرض visual style والكاميرا تدور وتعرض وتسجل طريقة العرض visual style هل ستريد أن تشاهدها as displayed كما هي موجودة أو rendered rendered هي المخرجة وهذا الخيار عندما نقوم بتحديد كافة الخيارات ومعاينتها وحالة الإخراج النهائي نضغط rendered فيقوم بالعمل بالتصوير النهائي بشكل إخراجي كامل الآن resolution الكثافة أي كثافة الصورة حجم الصورة بال pixels طريقة الفورمات نوع الفيديو avi mpg wmv نختار mpg أو avi أحدهما الآن resolution هي كثافة الصورة الكثافة النقاطية في الصورة نلاحظ بأن صور الإنترنت عندما نشاهدها أو الأفلام على اليوتيوب نلاحظ بأنها إذا قمنا بتكبير الصورة تظهر مكسرة لأن resolution أو الدقة ليست عالية من هنا نختار دقة عالية أعلى درجة في الدقة ولتكن مثلا كما هو هنا الرقم 1024 في 768 دقة عالية الآن corner declaration reverse أي يرجع إلى الخلف أو يبدأ إلى الأمام الآن سنقوم بتحديد المسار نضغط على هذا الأزرار لنحدد مسار الكاميرا المسار الخارجي المسار رقم 1 أوكي الآن نقوم بعمل preview قبل أن نحدد الهدف نلاحظ أن الكاميرا تدور حول المسار ولكن العدسة تدور أيضا على الدائرة لا نرى شيئا في هذه الحالة لا نستطيع أن نرى شيئا لماذا؟ لأن الكاميرا تدور على مسار والعدسة موجهة على نفس المسار وهذا غير مناسب الآن سنقوم باختيار المسار أوكي ونقوم باختيار مسار الهدف الدائرة الداخلية أوكي لتوجه الكاميرا تدور على الدائرة الخارجية أو المسار الخارجي وتوجه إلى المسار الداخلي الآن نقوم بعمل preview معاينة نلاحظ أن الكاميرا تدور ومن ثم العدسة تدور موجهة على الطاولة الآن سنقوم بعمل conceptual ومن ثم أوكي عشر ثواني نسجل اسم الملف على سطح المكتب وليكن واحد مثلا الآن نشاهد معاينة الصورة يصور ويقوم بتسجيل الفيديو طبعا يجب أن نقوم بعمل rendered من خياراتها قبل الانتهاء ولكن rendered يتطلب وقتا عاليا وأن هذا الخيار نقوم باستخدامه في حالة الإخراج النهائي الآن يتطلب 1 minute 51 seconds دقيقة و49 ثانية لإنتاج 300 فريم من هذه الصورة بشكل conceptual أما لو كانت بشكل rendered فربما يتطلب ساعات الأمر اقترر من الانتهاء بعد أن ينتهي سنقوم بفتح ملف الفيديو ونعاين المشهد الآن نذهب إلى مكان تخزين الملف سطح المكتب رقم 1 ملف الفيديو نقوم بتشغيل هذا الملف لنشاهد الصورة أو الفيديو الذي قمنا بصنعه للفيلم هذا هو ملف الفيديو الذي قمنا بصنعه من خلال الأوتوكاد الكاميرا تدور حول الطاولة الآن سنعود سنقوم بتسجيل الآن سنقوم بعمل مسار لنفترض بأن هذه هي مجموعة من الأبنية وسنقوم بعمل كاميرا تتجول حول هذه الأبنية وتدور سنقوم بعمل الآن نغلق هذا الملف أولا نذهب إلى التوب نقوم برسم المسار الآن ويري فريم حتى نشاهد نقوم برسم المسار من نوع سبلاين أي الخط المتعرج أو المنحني نقوم برسم خط منحني يبدأ من هنا مثلا ثم يبدأ بدل حركة نقوم بعمل تعرجات في هذا الخط حتى نستطيع أن نحرك الكاميرا في كل الاتجاهات لأن الكاميرا ستدور على مسار واحد ف نستطيع توجيه الكاميرا وهي تدور إلى جميع الأبنية تدور أبنية تدور تدور عشق لنكتفي بهذا المسار الآن هذا المسار ستمر الكاميرا عليه وهي تتحرك العدسة مع المسار فنشاهد مجموعات من الصور الآن لنشاهد مغضع الخط نشاهد بأن الخط على الأرض نقوم برفعه حتى تدور الكاميرا بارتفاع الإنسان وليكن 180 سنتيمترا لا تقوم بالتصوير الآن نعود إلى الأيزومترك سنقوم باختيار الكاميرا قائمة View Motion Path Animation نقوم بتحديد الباث المسار الكاميرا باث واحد أوكي الآن FreeMate نقوم بتسجيل خمس ثواني لنلاحظ السرعة ستكون من نوع Realistic الكثافة نجعلها قليلة حتى نستطيع أن نحصل على سرعة الآن MBG نعين نرحل حركة الكاميرا نختار من هنا Realistic نلاحظ بأن الكاميرا سريعة جدا نقوم بازيادة الزمن 20 ثانية مثلا ومن ثم ايضا الكاميرا السريعة نستطيع ان نتحكم بسرعة الكاميرا من خلال زيادة عدد الفريمات او زيادة الزمن كلما زدنا الزمن الذي ستقطعه الكاميرا في هذا المسار تكون الحركة بطيئة من هنا ديوريشن الثواني خلال الثواني او الزمن المقدر عشرين ثانية فكلما اضفنا او رفعنا الارقاء الرقم اي اضفنا ثواني كلما حصلنا على حركة بطيئة للكاميرا نستطيع من خلالها ان تظهر التفاصيل وان تدور الكاميرا حسب ما حددناها او قمنا بتوجيهها اما اذا كان الزمن قصير فستدور الكاميرا بسرعة كبيرة جدا الهدف هو ان الكاميرا ستدور من البداية الى النهاية في هذا المسار كله بنفس الزمن المسجل هنا اذا كانت ثانية واحدة ستقطع هذا المسار كله في ثانية اذا كانت اربعون ستقطع المسار كله في اربعون اذا كانت مئة ستقطع في مئة اي كلما اردت ان تكون الصورة الحركة بطيئة نقوم بزيادة عدد الثواني ولكن زيادة عدد الثواني مع الدقة العالية هنا سنحصل على اخراج بطيء اي ان حركة الرندر او الاخراج النهائي ستكون بطيئة وتأخذ زمنا كبيرا الان بعد ان نقوم باعداد الى اعلى دقة للاخراج طبعا لن احدد اعلى دقة لانها ستطلب وقتا كبيرا ساحدد 320 اي رقما منطقيا ولكن للتجريب الان نقوم باختيار رندرد رندرد اي مخرج ستكون موضوع الخامات والخلفيات والاضاءة وكل ما قمنا بوضعه عندما نقوم بعمل رندرد ستظهر الصورة بشكل رندرد مخرج الان بعد ان قمنا بوضع الزمن وتحديد وتحديد كل الخيارات نقوم بالضغط على اوكي يطلب مننا اسم الملف وليكن اثنان ثم نقوم بعمل سيف يبدأ ب creating video اي صنع الفيديو نلاحظ بانه 38 ثانية 12 ثانية دقيقة عفوا 9 دقائق يطلب زمنا كبيرا الآن يقترب الفيديو من الانتهاء الزمن المتبقي 30 ثانية بعد الانتهاء نقوم بمعاينة الملف مكان تخزينه سطح المكتب رقم اثنين نقوم بتشغيل الفيديو ونعاين المشهد هذا هو مقطع الفيديو الذي قمنا بانتاجه طبعا يجب ان تكون خطواتنا مدروسة بشكل جيد ارتفاع المسار عن الارض طريقة دوران المسار اي حركة المسار على الاجسام ودورانه حتى نحصل على صورة متكاملة وصورة واضحة هذا المسار مسار عشوائي يجب ان يكون مسار منظم يدور بين البنايات بشكل جيد له ارتفاع مناسب حتى نحصل على صور واضحة ومعبرة للشكل الذي نريد ان نقوم بالتصوير اشتركوا في القناة